السيدة أمو محمد من المينية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حجم محمد تفضلي الله يرضى عنك ويبارك فيك يا حج أعيزك فيدي إحسامة ورثي لأخوة بحيد ربنا يجعله في فسح الجنات وينزل عليه من الرحمات ويجعل قبره منزلا للأنوار ومهبطا للأسرار ويجعله إن شاء الله في أيام سعادة وفرح وهنا ويفتح له بابا على الروضة الشريفة ليكون مع حضرة النبي بكرة وعصيدة إن شاء الله أنا سمعت من حد أن السبحة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه سبحة أنتوا ليه مسكين السبحة؟ فيه ناس علجت على مسكين للسبحة فيه حاجة تاني المصليات الجديمة اللي هي ما تبقى عندنا وتقدم استعمالنا ليها تتلجح تستعمل عادي مش هتنفع على الصلاة تاني حاجة تاني برضو اللي استغفر للميت أزاي استغفر للميت؟ حاضر يا ست يبقى أول حاجة أنت بتسألي على إحنا خلاص دعينا وبعد كده ما سألت السبحة؟ لا السبحة اللي هي السبحة اللي بتتعمل في منطقة الحسين وفي المناطق دي كلها وعندي سيد يا أبو العباس المرسي وكده دي الشكل ده كان موجود؟ لا كان فيه أشكال تانية يعني ستينة مسلمة لما يكون سيدنا أبو هريرة لما يكون عنده حبل فيه عشر تلاف عقدة ويجروا كده ولا لما يكون ستينة زينب عندها تمره فبتنقله من هنا لهنا ما كل دي أشكال من أشكال السبح لكن هو إيه المشكلة؟ دخلت أقول لك إيه المشكلة؟ المشكلة اللي عند بعض الناس هم مش عايزين الأشياء اللي بتكون عند بعض عند بعض المتدينين اللي هم ما بيمتموش للفكرهم فهو عايز يقول لك إن السبحة دي بدعة لا السبحة مش بدعة ده بالعكس السبحة مستحبة وفي أدلة كتير على استحباب السبحة وفي أدلة كتير على استعمال الصحابة للسبحة ما هو السبحة إذا كان مقصود بيها آلة التسبيح آه فالصحابة كانوا بيستخدموا آلة التسبيح وأنا ذكرت بعض الصحابة استخدموا آلة التسبيح يبقى إذن فيه آلة التسبيح آه كان بيستعملها الصحابة آه كان بيستعملها الصحابة وإذن إذا كان رسول اللي عليه وسلم كان يحبه الذكر وكان يعلمنا التسبيح وكان يعلمنا فاستخدام الآلة ده ليس فيها مشكلة زي ما أنا ما استخدم آلة الكتابة في حد يقول لي استخدامك للألم في الكتابة ده حرام لإن ما كانتش فيه ألم بالشكل ده زمان لا سورة السبحة هي اللي اختلفت لكن مضمون السبحة وحقيقة السبحة موجودة من عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال التاني اللي حضرحك سألت عنه إن المصليات اللي احنا بنستعملها نعمل فيها إيه انت بتقول لي أنا والله مستحرمة إن المصليات اللي بنصلى عنها للأحة يعني نرميها لا لو إن هي هتتحول إلى كركيب واتحول إلى كذا ليس فيها حرمة إن انت تتخلص منها ليس هناك حرمة إن انت تتخلص من من المصليات اللي انت بتصلي عليها لإن في الحقيقة صلاتك عليها رفعت وهي إذا بليت ليس هناك مشكلة إن احنا نتخلص منها وده مش هيكون فيه أي إث مسألة الاستغفار للميت بقى الاستغفار للميت هو الاستغفار الدائم استغفر الله العظيم اللهم اخفر لفلان اللهم تب عليه الله وإحنا بنعمل الكلام ده له عند قبري ونعمل الكلام ده على طول وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فهو هكذا يكون الاستغفار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر